وارجعت لكم فيديو دي بس قبل ما ابدأ معيك الفيديو لو انت مهدمة بالنصقح بعادة التدبير بالأعمال اليدوية اتأكدين ان انت اشتراك للقناة وفعلت الجرس عشان تستفادي مني بكل جديد يلا بينا نروح على الفيديو بتمنى لكم مشاهدة ممتعة يا مساء الفل قبل ما ابدأ الفيديو كالعيدة حب ارحب بكل اخوتي اللي نضم جديد لنا هنا في القناة معنا سوها استيد وكمام معنا 80 مسلانة هو اسم الاكاونت كده عايزة اقلوكم شرفتوني ونورتوني واهلا وسهلا بكل متابعيني في كل مكان يا ربي دايما كده مشرفيني ومنوريني ويا ربي دايما كده كل حاجة انا نصدلها جديدة تعجبكم باذن الله ان شاء الله في افكار كتير جديدة حنلحق ننزلها قبل رمضان ان شاء الله عشان تلحقوا تنزلوها وابتدايقا بنبكرة ان شاء الله هتلاقوا نشاط حلوة قوي على القناة وفيديوهات كتير قوي هتعجبكم نخش بقى في الفيديو بتاع النهاردة ستحولها كده لدكور رمضاني بسيط وفي نفس الوقت شيك جدا مراقي ومش مبهرج قوي وقماش الخامية اه دي انا كنت عاملها قبل كده كنت دهناها معاكم كده باللون الابيض وكنت عاملة بيها حاجة بس انا خلاص استغنيت عن الفكرة الاولانية وعايزة اعملت بيها فكرة لرمضان اه جد كده قماش الخامية واخدت منه اه رسمة كده اللي هو رسمات الهندسة اللي فيها اخدت منه دايرة تمام؟ وبعدين حفضة ان انا نشاط انا اسبتها على الصينية بتاعتي باستخدام مصدس الشمع انا كنت حابة ان انا استخدام الغرق المائي بس في ناس كتير اه او الورنيش المائي بس في ناس كتير اوي ما عندهاش اه الورنيش المائي فانا حبيت ان الخطوات تكون سهلة وبسيطة على الكل طبعا هتلزقي القماش وتشدي وتلزقيش قط يعني متل ما تحطيش الشمع عليها كلها مرة واحدة لا هنلزق زي ما انت شايفة كده في الفيديو قطعه كده اهو بعد كده هجيب عارفين الرول بتاع اه ورق الفيديو انا كان عندي واحد كان فادي مرمتهوش تمام؟ استمته لثلاث اه اجزاء متصاوية متصاوية في الطول تمام؟ هبتدي ان انا اغلفهم بقماش الخليمية بطريقة صحلة جدا ومن نفس القماش اللي احنا اخدنا منه الرسنا طبعا الرجول دي تقدري اه او الرولات دي هنعمل طابلية كده بسيطة جدا هنشوفه شكلها جديد كده مختلف تمام؟ فالرجول بتاعتها تقدر ان انت تستخدمي البوايق بتاعت القماش اللي هي القصائص يعني من شرط ان انت تقصي قماش جديد بعد ما اغلفتها بالطريقة دي هبتدي بقى ان انا ادخل الشمع في الرول كده من جوه على حرف الرول وابتدي قتني القماش على جوه عشان يلزق كده ويبقى بالمنظر اللين شايفينه ده طبعا ديكور سهل جدا وبسيط ومش هياخد منك وقت خالص وانت بتعمليه واي صنية موجودة عندك كده او طبق مدور قديم انت مش محتاجي حاوليه الدكور رمضاني كده بسيط حبتدي ان انا اسبت التلات رجول زي ما انت شايفين كده حدد الاول لاماكن بتاعتهم قبل ما ازقهم وبعدين حبتدي ان انا ازقهم باستخدام مسدس الشمع بعد ما خلاص لزقتهم وصبتهم حاجي بقى باستخدام الفرانشة اي فرانشة موجودة عندك حتدي ان انا ازاين بيها اسطنية بتاعتي من جوه ومن بره اهو حلص الفرانشة بالعكس كده خلي اتجاهها على جوه تمام اهو وحلزق كمان من بره اهو على الاطراف بتاعتها حلزق كمان في الحروف بتاعت الرجلين من تحت انا كنت عايز احطها كده بس بصراحة لقيت شكلها مش هيكون حلوه مبهرجة قوي فحطيت في الرجول كده من تحت بس عشان يبقى شكلها سيمبل هنا لقى بقى الحتل برضو دي فاضية كده شوية فقلت ان انا اعمل دور تاني اه بالفرانشة البيضة كأنهم ايه دورين كده فوق بعض ايجي بقى صنية بتاعتنا بعد ما زيناها وخلصناها حطيت فيها الليد الصغير ده اللي عملناه قبل كده في البرواز بتاع فانانيز كان في الفيديو اه اللي فات تقريبا تمام اه دي زي ما قلت لكم بتباها عند المحلات بتاعت ادوات الكهربائية وصعرها ما بيكون شغالي تمام بتلاقوا منها الحجم الصغير والحجم الكبير حطيت فيها بقى زي ما انتم شايفين كده المنصحف والسبحة والفنوس والستند الخشب ده تقدر ان تستخدميها للزبادي يعني بصي تستخدميها في كذا فكرة انا هنا ممكن تستخدميها كفرق نصطلة ممكن تستخدميها تحطي عليها الزبادي في الصحور ممكن تستخدميها في قط المعيشة تحطي نصلا عليها سبرتاة كده وكبيات كده بيبقى شكتاعة حلو جدا انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي بتاعي النهاردة اتمنى يا رب يكون عجبكوا لو امروا بتشفيني يلا منزلي بصرا ميليش تراكي القناة فعالي الجرس عشان تتفادي مني بكل جديد وما تنسيش تكتبيه لي رأيك في التعليقات عشان اعرف اسمك وراحة بيكي في الفيديو بعدهم مطابعيني الحلوين وتنسي تحطوي لايك بي بالفيديو وشيروه على قد ما تقدروا وقولولي رأيكم في التعليقات اشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي واستند